تقليدي؟ آه أصلاً كان تقليدي الترتيب اللي هو بتسميه الصالونات يعني آه اللي هو يلا حبه بعض ده يلا حبه بعض ده فمعرفتش تحبه بعض للأسف لا لأ فاطرة الخطوبة احنا حبينا بعض لكن بعد الجواز كل حاجة وضحت على حقيقتها وضحت ايه ده 40 يوم ده ملحقتوش بالزبت مهو 40 يوم لما يصدر فيه كل الحاجات اللي حصلت أمال العمر اللي جاي هيحصل فيه ايه تاني لما أسوأ حاجة ممكن تحصل تحصل في يوم فرحي الصباحية وما بعد ذلك آه بقى كان صعب أسوأس جرحي أسوأس طرق الجرحي اللي يا صاحبه كده جرحية فأقولهم جرحي على طولة فعليش بعدها بس أزينك حضرتك متحدث باسم حركة تمرد ضد قانون الأسر حملة مش حركة حملة تمرد ضد قانون الأسر صح وبالتالي انت بتتابع على فيسبوك حالات وبتشوف أراء وبتشوف بخايا الولاد اللي بيتفعوا التمن للخلافات الزوجية اللي بتنتهي بالطلاق مزبوط أنا بس الأول عايز أقول إنه مع احترامي كامل للسيدات الفضليات والأعزاء من الرجال ديوفنا كل واحد منهم ومن هن في طرف تاني في العلاقة إحنا حيبقى عندنا حساسية شديدة وإحنا بنتكلم لأنه الطرف التاني رأيه غاية الجواز والطلاق كل واحد فيه بيشوف إنه هو اللي عنده حق والنحة التانية هي الغلطانة أنا باتكلم بس إيه بحدد لأنه دايما مثلا الأستاذ طريق الجرحي بيجيله أنت بجيلك وجهات نظر كتير أو كتير صح؟ ألا يفهم هي معظمها رجالة ولا رجالة وستات؟ رجالة وستات رجالة وستات على طول كل الرجالة شايفين أنهم الصح وكل ستات شايفين أنهم الغلط هي حملة تمرد ضد قنون الأسرة هي حملة للطرف غير الحاضن الطرف غير الحاضن ده اللي هو سواء رجل أو ست سواء رجل أو ست بغض النظر وفقا للظروف ببتاعة في ستات ما تعرفش حاجة عن ولادها زي ما فيه الغالب بقى رجالة كمان ما تعرفش حاجة عن ولادها بس بتلمس فعلا الحكاية دي إنه كل طرف محدش فينا كان لكن نحن ما نتكلم عن أسباب بالغالب ما بيكونش فيه سبب حضرتك جوزت مدة 3 سنين آه 3 سنين يعني نقدر نقول 5 سنين بس منهم مثلا سنتين طلاق صامت في المشروع طلاق صامت طلاق صامت يعني سنتين استقمروا آه فيه جواز ومفيش جواز بالظبط كان إيه سبب الطلاق من وجهة نظر ما فيش سبب تخيل؟ ما فيش سبب والله ده أغلب الناس مش أنا بس يعني أغلب الناس لما تقعد تفكر كده وتجيب الهيسر من أول ما تلاقي سبب تضحك وأكيد عنها تفضل وعلي يعني ما فيش سبب يعني آه التقرير إحنا شفنا فيه خيانة فيه كذا فيه كذا لكن لما تيجي تبصر المشكلة من الأساس تلاقي إنها كانت مشكلة صغيرة قد كده يعني أول مشكلة صغيرة قد كده كانت عندك كانت إيه؟ والله العظيم أنا لا أذكر يعني بقولك تخيل طلق بقى لك إيه؟ آه من 2001 والله حتى مش فاكرة كمان الله هلو يشعلم مش عارفني أصلاً ما طلقتش يعني أنا ده بعضه من عيود أنا ما طلقتش أنا طلقت لكن أنا ما طلقتش أنا كراجل صلي بحقي في فدع آه آه فلما تيجي تدور على الأسباب وأغلب الناس اللي بتتواصل معنا ما فيه سبب هي مشكلة صغيرة خنائة على أكل على مصروف بيت على على وفي الآخر المشكلة بتعلق بتعلق وسقف الطلوات بيعلى ده هنا المشكلة انفجرت في 40 يوم آه ده 40 يوم ده زي ما بيقولوا كده بالبلدي ربعانة خلصت اللي 40 ورجعنا أستاذ أبناء كنتي بتتحكي قولي ممكن ما بقاش شي سبب انتي انطبق عليك الموضوع ده ولا ما ينفعش ما فيش سبب يعني ما فيش واحدة ستة عقلة أو مجنونة يعني هتخرب بيتها ويبقى عندها أولاد ما فيش راجل برضو دافنت لي دافنت لي بس هو احنا لازم يعني وحق الطلاق ده حق انها برضو حضرتك استمرت الجواز استمرت ايه أربع سنين أربع سنين أربع سنين تلاتة وبعد كده فيه اون ان اوف اون ان اوف في نهاية بقى ومصالحة يعني وعلاقة مضطربة كده يعني وبعد كده سنة محاكم لأ سوري سنة راحة يعني سنة مفيش حاجة هدنة وبعد كده بقى اللي هو يعني